تظاهر الألاف من أنصار حزبي فوكس اليميني المتطرف في مدينة أو في مدن إسبانية عدة من بينها العاصمة مدريد احتجاجا على قيام الحكومة بتعديل قانون العقوبات بحلول نهاية العام والذي سيسمح بإخراج بعض المحكومين من السجن من خلال تخفيف عقوباتهم وأترى المعارضة الإسبانية أن هذا التعديل سيشجع محاولات جديدة للانفصال في إقليم كتالونيا لكون أحكام القانون المعدل ستكون أقل صرامة